السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم ناس كتير خلال اليومين 3 اللي فاتوا ربطت ما بين اسمه مدرب من أهم المدربين العرب وتدريب المنتخب السوري الأول للرجال خلفا لهكتور كوبر المدرب اللي هتكلم عنه النهاردة تم توجيه دعوة رسمية ليه لتدريب المنتخب السوري ويمكن بعض من الصحف اتكلمت عن الأمر على أنه تسريب أو على أنه حاجة كده خبري غير رسمي ولكن الحقيقة أن الاتحاد السوري لكرة القدم الآن وبعد رحيل هيكتور كوبر رسميا يفكر بأكثر من منطق المنطق الأول اللي كلمتكم عنه مبارح وهو مدرب أسباني عشان يجيد اللغة الأسبانية ويقدر يتواصل مع اللاعبين اللي من أصول أمريكا اللاتينية تحديدا للأرجنتين واللي عندنا منهم سبعة بالمناسبة على الناحية الأخرى مدرب بورتغالي فيبقى إلى حد ما ثقافته قريبة من الثقافة الإسبانية والأرجنتينية وعنده لغة بورتغالية إلى حد ما بيفهم الأسباني رقم ثلاثة مدرب إنجليزي عشان يبقى عنده لغة إنجليزية ويقدر يتواصل معه اللاعبين المحترفين مش عارف ليه إحنا هل إحنا بنختار مدرب ولا بنختار مترجم يعني مدرب ولا مترجم ييجي المدرب ومعه مترجم عادي مش مشكلة يعني ما إحنا كان عندنا هكتور كوبر بيتكلم إسباني وكان معه مترجم ومساعد مدرب الكابتن محمود فايز بمناسبة الكابتن محمود فايز والكابتن عصام الحضري ناس كتيرة جدا جدا من أهلنا في سوريا طلعوا مبرح بإشاعة وقالوا إن الكابتن عصام الحضري حزف كل بسطاته على صفحته الرسمية على الفيسبوك البسطات الخاصة بمنتخب سوريا والكلام ده غير صحيح بالمرة أنا دلوقتي بقلب في صفحاته موجود المعسكر الأخراني موجود وهو بيتمرن مع المنتخب السوري موجود وهو مع حراس منتخب سوريا أحمد مدنية واستبان جليل ومكسيم صراف موجود وهو إلى جوار قائمة منتخب سوريا الأخيرة الموسعة واللي اختر هكتر كوبر عصام الحضري لم ولن يكون بتلك الحالة من الندالة أبدا مرحلة استلامه لتدريب المنتخب السوري هي مرحلة رسمية معتمدة في السيفي بتاعه فليه هيتنصل منها؟ ليه هيتطلع ويقول أنا ما كنتش بدرب منتخب سوريا وبعدين بطلع في لقاءات كتيرة جدا في قنوات بيين سفورت أيام بطولة كأس أسيا وتكلم في أكتر من برنامج في قطر وبالتالي يعني أعيدوا النظر في تلك الشائعات الغير حقيقية بأي حال من الأحوال تعالوا نعود إلى مدرب منتخب سوريا اللي تم التواصل معاه مبارح وأول مبارح ويقال أنه رفض ويبدو أنه رفض تدريب المنتخب السوري المدرب اللي بتكلم عنه هو مدرب عراقي من خريجي جامعة بغداد اسم كده كبير في عالم التدريب عنده 63 سنة لا يقبل بأي حال من الأحوال الهزار ولا يقبل التدخل في عمله ولا يقبل أن حد يقول وجهة نظر هو موجود عايزيني أستلم المنتخب بتاعكم منتخب سوريا يدوني صلاحيات كاملة أعمل اللي أنا عايزه واجيب اللعب اللي أنا عايزه وممكن عادي أتجاوز عن الست لعيبة بتوع الأرجنتين أو السبع لعيبة عادي جدا جدا ومحدش ليه أن يتدخل في شؤوني أنا بتكلم معاكم عن مدرب عراقي من سام الراء أنا بتكلم معاكم عن لعب نادي سام الراء ويمكن دي آخر تجربة للعب كانت في سام الراء قبلها الزوراء والقوى الجوية والطلبة وصلاح الدين وبدأ حياته مع سام الراء سنة 78 أنا بتكلم معاكم عن المدرب اللي درب عدد كبير من الأندية والمنتخبات ويمكن كان أخيرهم مدرب منتخب الأردن رسميا ووصل مع المنتخب الأردني إلى مستويات جيدة قبل الحسين عموتة أعتقد أغلبكم عارف أنا بتكلم عن مين هو بدأ مدربا ليه الزوراء الناشئين ثم زوراء الفريق الأول ثم العراق تحت 20 سنة دبي الزوراء العراق العراق تحت 20 سنة درب منتخب العراق 2001 درب الزوراء ثم عادة لتدريب العراق ثم مدربا للعراق تحت سن 23 سنة ثم عادة ودرب الزوراء منتخب لبنان منتخب العراق في بطولة غرب أسيا الأنصار النادي الفيصالي الأردني والعراق الأردن بنياس البحرين الوحدات الأردني أو الوحدات الإماراتي ثم الأردن منتخب الأردن من 2021 ل2023 وهو الآن بدون نادي أنا بتكلم عن المدرب الكبير المدرب الكبير جدا جدا عدنان حمد وهو بيحب عدنان حمد السام الرائي نسبة إلى سام الرائي هو من موليد سام الرائي ولعب في بداية حياته مع سام الرائي واعتزل أيضا مع سام الرائي ودرب نادي أيضا سام الرائي ودرب الزوراء الكابتن عدنان حمد دي مش أول مرة يتم عرض المنتخب السوري على الكابتن عدنان حمد أكتر من مرة أتذكر أن هم ثلاث مرات بما فيهم المرة الحالية وكل مرة الموضوع ما بيتمش لأسباب منطقية جدا جدا وطبيعية جدا جدا وهو أن الكابتن عدنان حمد قوله كده وكتبه في التعليقات لا يحب التدخل في عمله على نحية أخرى الاتحادات السابقة إن كان اتحاد السيد فادي الدباس أو اتحاد السيد حتم الغايب أو لجنة تسيير الأمور أو اتحاد السيد صلاح رمضان الحالي لا يحبوا إن يدخلوا في العمل بتاع المدرب وليهم قرار وليهم وجهة نظر ومدير المنتخب السوري ليه وجهة نظر وقائمة المنتخب السورية تدخلون فيها مرة واثنين وثلاثة وعندهم لجنة لعبين محترفين نحترمها ونقدرها ولكن خد اللاعب ده واللعب ده واللعب العلاني واللعب الأرجنتيني واللعب السويدي واللعب النرويجي وبالتالي المدرب بيكون أمام عشر لعيبة كلهم ينفعوا يلعبوا مع المنتخب السوري طيب أنا هلعب مين ومش هلعب مين هكتور كوبر حسمها من نفسه وقال لك والله أنا هاخد السبع لعيبة بتوع الأرجنتين كلهم كلهم طيب ودورونا كمان على لعيبة تاني من الأرجنتين يمكن يكون يعني اللعيبة دول يقدموا شيء للمنتخب السوري لكن مع الكابتن عدنان حمد الأمر مستحيل أن يتم التدخل في عمله أو في قراراته أو في اللعيبة اللي هيشارك بيهم مع المنتخب السوري هل العرض مستمر؟ لا الآن العرض مستمر للبحث عن مدرب آخر الكابتن عدنان حمد لن يوافق على تدريب المنتخب السوري تحديداً بعد تجربته الغير موفقة إلى حد كبير مع منتخب الأردن آه هو كان ليه الفضل في أنه هو عمل المنتخب الحالي اللي خاده الحسين عموته وتصدر به على رأس مجموعته على منتخب السعودية اللي كان بيلعب في كاس العالم منطقي ولكن لا هو تجربة الأردن قد تكون التجربة الأخيرة ليه في داخل الدول العربية ويحتاج إلى تجربة أكبر وهو طبعاً دلوقتي بدون نادي على أي حال سواء الكابتن عدنان حمد أو أي مدرب آخر عربي لهم منا كل التحية والتقدير والاحترام احنا محتاجين مدرب ومحتاجين قبل مدرب الاهتمام بالقواعد والاهتمام باللعيبة والاهتمام بالفئات السنية والاهتمام بخصوصية المنتخب السوري والاهتمام بالملاعب والاهتمام بالبنية التحتية المشروع مش بس مدرب المشروع مدرب وكمان تأسيس لكرة القدم السورية على الأقل لمدة خمس سنين تعالوا سريعاً نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة والتعليق الأول بيقول فجر إبراهيم وأيمن الحكيمة وجماعاتهم من اللاعبين هم من يعملون على تفشيل المنتخب حتى يرجعوهم للتدريب أنا ما اعتقدش أن فيه مدرب متفرغ للتفشيل بالمنطق اللي أنت بتقوله طبعاً كل المدربين الوطنيين ما بيحبوش فكرة المدرب المحترف لا يحبوا أن احنا نجيب مدرب وطني منهم طبعاً لكن تفشيل صعب مدرب آخر أو تعليق آخر بيقول المواقع العرقية ذكرت أن التحاد تواصل مع عدنان حمد لكن الأخير اعتذر كلام حقيقي إلى نسبة كبيرة جداً حد تاني بيقول وليد أحمد بيقول مين أنت حتى اسألوك من هو المدرب أنا مجرد واحد متابع لكرة القدم السورية ليس إلا مليش منصب مليش حيثية داخل الاتحاد السوري أو داخل كرة القدم السوري أنا واحد محبي مشارك يعني أنا في علاقة عاطفية كبيرة ما بيني وما بين الجماهير السورية وليه أصدقاء كتير جداً في سوريا هم بيسألوني من باب المشاركة من باب الخبرة ليس إلا وتعليق آخر بيقول أفضل صحفي وسالس أشكرك حبيبي الغالي تعليق آخر بيقول تشافي هرننديز هيدرب المنتخب السوري طبعاً صعب جداً جداً بعيد الأمر تماماً يا صديقي عنا ما بيستقيلوا ما عندهم العزيمة لازم يطلعوا طرد معك حق يعني بس مش طرد هو لازم يطلعوا بكارسة كبيرة طبعاً ما عرفش لكن طبعاً إحنا عندنا في الدول العربية كلها لازم يطلعوا بمشكلة كبيرة جداً ولازم يستقيلوا ما ينفعش يقالوا تعليق آخر بيقول يجب طرد كل لعب عمره أكثر من 27 سنة صدقني مش هي دي المشكلة المشكلة توظيف هل أنت قادر على توظيف اللاعب ولا لا 27 سنة ده سن كويس جداً يعني بشرط أنه يكون لعب كويس ولعب عنده كفاءة وعنده استعداد للعطاء تعليق آخر بيقول نتائج فريق سوريا جعلت أنشيلوتي ومورينو يتنافسان لتدريب فريق العلم لا طبعاً طبعاً أنتوا بتتحاكوا وأنا معاكوا يعني بس صدقوني إحنا مش محتاجين أنشيلوتي أو غيره إحنا محتاجين مدرب بس رعي ربنا محتاجين مدرب يكون مستقل تماماً محتاجين مدرب يقول أنا أقدر محتاجين مدرب يقول أنا قراراتي مستقلة ومحدش يتدخل في عملي وأول محد يتدخل في عمله هو يعترض ويسيب التدريب مش يكمل زي ما عمل هكتور كوبر أو غيره في نهاية الحلقة أشكركم جداً على حسن المتابعة سواء كان الكابتن عدنان حمد أو غيره نتمنى التوفيق للمنتخب السوري دمتم في أمان الله آآ صوماً مقبولاً وإفتراً شهاية للناس اللي صايمة النهاردة ادعو لنا بالله عليكم دعوات كده عامة ربنا يوفقنا ربنا يصلح لنا شأننا ربنا يوفقكم ربنا يوفق المنتخب السوري قادر على كل شيء ربنا طبعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته